زين مرة من المروت انا كنت في حديقة عندي فعليات وكلنا انا والله يرحمة علي القرير واحمد مبارك والفنونين اربعنا واحمد ميلي كلهم كانوا شباب ذو كل وقت بعد اسغر يعني منذ السن وانا هنوك ولا واحدة وانا على المسرح تسوي كذي يعني عقب ما تخلصين فقرتك بما معنى فهمت خلصت ونزلت يوتني اللي تقول تعال حبيبي تكلم يعني بهدو امي تعال شوف شوف من شوف من اللي طفل من توحد توحد صعب قالتلي ذي ولدي في توحد والتوحد اللي فيه صعب قالت يعني بس انا وابوه وبعد ابوه صعوتها قالت ما فتحنا به اللي هو تذي هادئ احنا ما داريني تقولوا قاعد وسو تذي هو ما يقعد ولا ينتبه حق التلفزيون تقول قاعد هلان ها نصب اسمي ها تقول لديه تبوه وقال تعال شوف ولدك ايش في قاعد يطال امه لها والله العظيم هذي هني صح تصياح هنا في الحديقة في حديقة الاندلس مو حديقة السلمونية حديقة الاندلس كانت بالذات والتحديد فيه صح تصياح كتلغي يعني هو ما قالت ما يعرف احد ولا لا شغل في احد كله في الزاوية قالت فجأة التلفزيون يشتغل تقولوا حطوا المحطة والمسلسل تقولوا قاعد ها ها قالت شوفيه وترى ما يتكلم ما يتكلم يعني بطلاقة ولا عنده توحد العالي فيه هوني قت او ما انت باللون ما انت باللون بتعول تعول تحكي علشاني سمع صوتتش قمت تحكيت بصوت حولي تحكيت تحكيت شوية شوية طالعني هاللون وقف يمي وصورت اما يعني هذي اشياء هوني مو بتبتشيني تعذبني في نفس الوقت تريحني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة